وعلى ذكر التشريف وعلى ذكر العناصر النسائية المضيقة واللي الحقيقة كلنا منسعت جدا بأي نجاح بيحققوه من ضمن أيقونات العنصر النسائي المضيق هانا جودة طبعا لعبت منتخب تنس الطولة اللي احتفلت مبارح بالتتويق باللقب لقب البطولة الإفريقية اللي أقيمت في تونس وكمان احتفلت بالتأهل لأولمبياد باريس نشرت هانا جودة صور لها عبر صفحات الرسمية بموقع فيسبوك وعلقت عليها قائلة صباح الخير خليك ورا حلمك واشتغل كل يوم عليه وساردت هانا ضمن هذا البوست طبعا البطولات الإفريقية اللي شاركت فيها خلال مسارتها الرياضية وجاءت كالتالي في 2021 بتقول هي نصا لعبت بطولة إفريقيا للسيدات لأول مرة في حياتي وكان عملي 13 سنة ووصلت للنهائي وللأسف خسرت 4-3 وحصلت على الميدالية الفضية في 2022 لعبت بطولة إفريقيا للسيدات وحصلت على الميدالية البرونزية وحصلت على كأس إفريقيا للسيدات في 2023 كنت بطلة إفريقيا للسيدات وحصلت على كأس إفريقيا للسيدات وهنا بس للتوضيح عايزين بس نوضح لحضراتكم أن بطولة إفريقيا للسيدات بتضم جميع البطلات إفريقيا وكأس إفريقيا سيدات بتضم أفضل 16 لعبة في إفريقيا طبعا هانا جودة اللهم يصلي على النبي يعني بصراحة معجزة في تنس الطولة لأنها بتحصد بطولات لفئات عمرية أكبر بكتير من سنها ومتوقع لها المزيد من النجاحات إن شاء الله ولا سيما في أولمبياد إن شاء الله باريس عشرين أربعة وعشرين نتمنى لها كل النجاح والتوفيق أنت فكر أول حلقة كانت عشر الصبح في الأهل من ثلاث سنين تحديدا كانت هانا جودة ضيفة معنا وكان وقتها عندها تقريبا 14 سنة أنا فاكرة وحكت لنا حتى هي قصتها كانت قصيرة جدا أول ما ابتدت وكانت حتى بقصه من الترابيز عشان تعرف إن هي تلعب ففعلا هي موهبة كبيرة ولما قعدنا تكلمنا معاها وقتها تحس إن هي آه طفلة طبعا لكن طفلة عندها يعني حلم كبير جدا وهي بتكلم عن البطولات اللي نفسها تحققها وكان حلمها إيه وغيره فصناعة بطل أولمبي بجد يعني يتماشى معها هانا جودة تحديدا ترجمة نانسي قنقر